بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي التعليم المستمر في الدروس الإثرائية لمادة لغتي في ختام هذا الفصل الدراسي الثالث كما يظهر على الشاشة أمامكم درسنا اليوم بمشيئة الله سيكون الدرس الثاني من هذه الدروس الإثرائية وعنوانه إثراء رقم اثنين بسم الله نبدأ الكفايات مستهدفة بمشيئة الله في هذا الدرس أولا تمييز الألف اللينة آخر الفعل والاسم والحرف ثانيا تمييز الكلمات المختومة بالهمزة ثالثا استعمال الألف اللينة آخر الفعل والاسم والحرف رابعا استعمال الكلمات المختومة بالهمزة حسنا نلاحظ يا حبتي ونسترجع القاعدة سويا قبل أن نبدأ في التطبيق على مجموعة من الأنشطة والتدريبات نقرأ سويا رقم واحد تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الماضي الثلاثي قائمة إذا انقلبت فراغ في فراغ إذا يا حبتي تكتب الألف اللينة في آخر الفعل وهذا الفعل ماضي والثلاثي أي يتكون من ثلاثة أحرف تكتب هذه الألف قائمة في آخر الفعل الثلاثي الماضي إذا انقلبت إلى ماذا؟ أحسنتم إذا انقلبت واوا في ماذا؟ في المضارع أو المفعول المطلق المصدر نأخذ مثال لاحظونا عفا كتبة الألف هنا قائمة هذا الفعل ماضي ثلاثي لماذا؟ لأن المضارع منه ما هو؟ ماذا نقول؟ أحسنتم يع فو يعفو لاحظوا الألف هنا الألف هنا انقلبت إلى ماذا؟ انقلبت واوا في ماذا؟ في المضارع في المضارع أما رقب اثنين فهنا يقول تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الماضي الثلاثي على صورة الياء إذا انقلبت ماذا؟ حسنتم إذا انقلبت الي إذا انقلبت ياء في المضارع أو المفعول المطلق نأخذ مثال ما هذه الكلمة؟ بكاء فعل ماضي ثلاثي ختم بهذه الألف التي على صورة الياء لماذا؟ نأتي بالمضارع من بكاء ماذا نقول؟ أحسنتم يب كي يب كي لاحظوا هنا بارك الله فيكم الألف انقلبت في المضارع إلى ماذا؟ إلى ياء في المضارع بكاء يبكي هيا بنا يا حبتي ننتقل إلى الأسماء تكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي قائمة إذا ماذا؟ اسم الثلاثي قائمة إذا قلبت واوً في المثناء وتكتب على صورة الياء إذا قلبت في المثناء ياءً لاحظ هنا يا حبتي مثلاً نستخدم اللون الأحمر لاحظوا عصا كتبة الألف هنا قائمة في كلمة العصا نأخذ العصا لماذا؟ لأن المثناء من العصا عصوان الألف انقلبت واوً في المثناء أما نأخذ على النوع الثاني فتا اسم ثلاثي المثنة منها فتيان ماذا حدث هنا يا حبتي؟ الألف كتبت بهذا الشكل على صورة الياء لماذا؟ لأنها كتبت ياءً في المثناء أما يا حبتي في الاسم الذي أكثر من ثلاثة حروف فقد فالقاعدة هنا سهلة فالأصل أنها تكتب قائمة إذا سبقتها ياء وتكتب على صورة الياء إذا سبقها حرف آخر غين الياء إذن في الاسم يا حبتي الذي أكثر من ثلاثة حروف القاعدة سهلة هنا الأصل أن الألف التي تكون في نهاية الاسم الذي أكثر من ثلاثة حروف تكتب منحنية على صورة الياء إلا إذا سبقت الألف بياء فإنها تكتب قائمة أما يا حبتي في الحروف فالأصل أن الحروف أن الحروف يا حبتي كلها تكتب ألف قائمة مثل لا ألا ما إلا ما عدا يا حبتي أربعة حروف فإن الألف فيها تكتب على صورة الياء ألا وهي على إلى بلى حتى هذه هي ما يخص الحروف هيا بارك الله فيكم نقرأ هذه الأفعال الماضية ونتعرف معانيها رمى تعني ألقى بكى أي دمعة عينة روى أي سقى طوى ثنى جفى يعني بعد محى أزال تلا قرأ على ارتفع كله يا حبتي أفعال ماضية تكونت من ثلاثة حروف نستفيد يا حبتي أن نألف اللينة في هذه الأفعال غير الثلاثة أن في الأفعال الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية التي أكثر من ثلاثة تكتب دائما كما قلنا على صورة الياء إلا إذا كان قبلها ياء فإنها تكتب قائمة كذلك في الأفعال كما تعرفنا في الأسماء رمى المضارع منها يرمي إذن انقلبت الألف في كل فعل مما سبق واوى أم يا نعم يا حبتي قلبت إلى كما نرى رمى يرمي انقلبت إلى يا بكى يبكي إلى يا روى يروي إلى يا جفى أو طوى يطوي انقلبت إلى يا جفى يجفو محى يمحو انقلبت هنا إلى واو تلا يتلو على يعلو انقلبت إلى واو هيا يا حبتي نسمع من بجوالنا ثلاثة أسماء منتهية بألف على صورة الياء ثلاثة أسماء يا حبتي تنتهي بألف على صورة يا ثلاثة أسماء فكروا فيها أسماء تنتهي بألف على صورة يا حسنا لم يحد الحروف أحسنتم مستشفى مصطفى كذلك موسى حسنا أسمع من بجوالي ثلاثة أسماء منتهي بألف قائمة أسماء انتهت بألف قائمة فكروا هم حسنتم عصى كذلك نعم هنا يا حبتي أذكر ثلاثة جمل فيها حروف آخرها ألف قائمة ثلاثة جمل فيها حروف انتهت أو فيها حروف هذه الحروف انتهت بألف قائمة ثلاثة جمل حروف انتهت بألف حروف سنتم لا أحب الكذب لا أحب الكذب هذه الجمل انتهت فيها لا ولا حرف وانتهى بألف قائمة نبحث أو نستخدم حرفا آخر إلا مثلا حضر الطلاب إلا عليا إلا حرف انتهى بألف قائمة نستخدم حرفا آخر ما ماذا نقول ما أجمل الربيع ما أجمل الربيع ما حرف ختم بألف قائمة ننتقل إلى الجمل التالية أذكر ثلاثة جمل فيها حروف آخرها ألف على صورتها إذن يا حبتي هنا نركز على الحروف التي مختومة بألف على صورتها فكروا معي حسنتم على صعدت على الكرسي كذلك إلى ذهبت إلى المدرسة ولدينا حتى شربت الماء حتى ارتويت حتى إلى على حروف وهذه الحروف انتهت بألف على صورة الياء ننتقل يا حبتي إلى الهمزة المتطرفة ألا وهي التي تكون في آخر الكلمة هذه هي القاعدة نستذكرها ونستجعها سويا الألف يا حبتي إذا كان الحرف قبلها مفتوحا تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا وتكتب يا حبتي الهمزة على الواو على الألف أي هكذا تكتب الهمزة يا حبتي هكذا في آخر الكلمات إذا سبقها حرف مفتوح حركته الفتحة وتكتب الهمزة في آخر الكلمة على الواو بهذه الصورة إذا سبقها حرف ماذا مضموم وتكتب الهمزة يا حبتي على الياء بهذا الشكل وإذا كتبت الهمزة على اللياء فإنها تكتب بلا نقط إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا أحسنتم وتكتبوا الهمزة يا حبتي على السطر لوحدها إذا سبقها حرف ساكن تذكروا يا حبتي أن حروف المد من الحروف الساكنة هيا يا حبتي نطبك نلاحظوا هذه الأسماء التي أمامكم المطلوب أن نصنفها إلى ما يليه كلمات سبقت حمزاتها بالكسر أين الكلمات التي سبقت حمزاتها بالكسر أحسنتم لدينا شاطع أيضا مفاجئ وضامئ وأيضا هانئ أحسنتم الكلمات التي سبقت حمزاتها بالضم التي سبقت حمزاتها بالضم بؤبو أحسنتم وأيضاً إمرء ولؤلؤ حسناً جيم كلمات سبقت حمزاتها بالفتح لدينا سبأ، مبدأ، وصدأ ثلاث كلمات أما الكلمات التي سبقت حمزاتها بحرف ساكن وهي الأكثر هنا فلدينا سماء، هدوء، لجوء، دفء، ماء، ملء، مساء، جريء، ضوء، وغذاء كل هذه يا حبتي كلمات كجبت حمزاتها على السطر في نهاية الكلمة لأن الحرف الذي قبلها حرف ساكن شكراً لكم يا حبتي بارك الله فيكم وصلنا إلى نهاية درسنا أمنا تكونوا استفدتم واستمتعتم واسترجعتم شيء مما سبق أن تعلمناه من الدروس الهامة في هذه المادة العزيزة والجميلة لغتي شكراً لكم، السلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم